موسيقى كيف نستثمر زيارة الأربعين لحماية المجتمع؟ كانت استراتيجية الولايات المتحدة الأمنية تجاه العراق المجمدة سياسة بايدن هي استرضاء إيران موسيقى كيف نستثمر زيارة الأربعين لحماية المجتمع؟ وباتجاه مرقدي الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس والعصبة الصالحة التي قتلت وجاهدت مع الحسين عليه السلام في كربلاء ماذا يجب أن نفعل خلال هذه الأيام؟ المتبقية من زيارة الأربعين هذا المشهد الذي يتكرر كل عام وأخذ يثير الرعب في قلوب أعداء الحسين وأعداء نهج الحسين عليه السلام من البحر إلى النحر طبعا خلال الأيام الماضية مرت علينا أيضا ذكرى عاشوراء ولاحظنا كيف أثارت زيارة عاشوراء الرعب مرة أخرى في قلوب أعداء نهج الحسين عليه السلام وفي البين بين عاشوراء والأربعين مرت علينا ذكرى أليمة استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام وذكرى رحيل فقيه الإسلامي والمسلمين فقيه الأمة المرجع الراحل آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره الشريف هذا الرجل الذي لا يمكن أن ننساه والله دون مبالغة مراجع كثيرون رحدوا كل منهم ترك بصنة إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلم لا يسدها شيء أبدا لكن ما بالك أنه وأنت تقف أمام مرجع عالم عامل جسد العلم بالعمل وجسد القيادة حتى قبل أن يتصدى لها رسميا في باب الحوزة هذا الموضوع اللي تعرفون حول المرجعية الدينية وكيف جسد ذلك التواضع الكبير في علاقته مع المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد الإمام علي السيستاني روح فداه هذه الذكريات مؤلمة لكنها يجب أن تكون مفيدة وهذا دائما يطرح هذا السؤال كيف نستثمر ذكرياتنا لحماية المجتمع لبناء المجتمع وحمايته أمام هذه الموجات القادمة من الانحراف وبعضها أخذ يتسلل في مرافق خطيرة في حياتنا البناء التحتية لمجتمعاتنا وتحديدا في العراق وبشكل خاص في المدن المقدسة هو مو جديد استهداف المدن وقدسية المدن وقدسية الزيارات وقدسية أهل البيت لا لا هذا مو جديد لهذا لم أقول عندما نستذكر المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم نستذكر تعاطيه موضوع المرجعية والقيادة بطريقة مميزة لافته يتفق معه فيها كما تلاحظون المرجع الكبير إسحاق الفياظ والمرجع الكبير بشير النجفي كانوا يقولون الأربعة وعلى رأسهم السيد السستاني بالمناسبة تعرفونه جيدا أحبائي المرجع يعني كل مرجع هو بالنسبة للفسه ولمقلديه هو الأعلى الأعلم يعني لكن في باب التصدي والوسادة التي ثنيت للأغلبية يختارون واحد وتثنى له الوسادة وهذا أمر إلهي رباني لا اجتماع يصير لا مؤتمر يصير لا يقعدون مجلس مثلا مجلس علماء وفقهاء ويقولون فلان هو المرجع الأعلى بس من نجي نشوف الممارسات الممارسات اليومية سواء في الميدان العملي أو سواء في الدرس والتدريس وحتى بعد رحلته المؤلمة بعد رحيل الإمام السيد محمد سعيد الحكيم تم تكسير أختامه وأغلق مكتبه شوفوا شوفوا هذا الإثار وهذا التعامل بعيدا عن الأنا وكأن لسان حال بيت المرجع والمرجع نفسه المرجع نفسه بيني وبينك إني ينازعني فارفع بلطفك إني من البين جسدها السيد محمد سعيد الحكيم بشكل واضح وصريح وعلني لا يسعني أن أتحدث الوقت قصير بس أنا أدعوكم خارج الحدود المتعارف عليها اذهبوا وابحثوا سيرة حياة هذا الرجل شلون فقدنا مراجع وأجب أن نتذكر أيضا المرجع الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم هو المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر وكل المراجع وكل المراجع بلا استثناء أقول المراجع مو يجي واحد ويزعم أنه مرجع الكل بلا استثناء المرجع الشهيد محمد صادق الصدر المرجع الراحل الكبير الإمام السيد محسن الحكيم الغروي ما أقدر يعني مش نذكر شو نقولكم ما هي الأسماء التي يجب كلهم لهذا تشوفون الاستهداف بالمراجعية مرتبط تماما حتى باستهداف زيارة الأربعين وبزيارة عاشرة وعموم المراقد المقدسة يعني عرفون شفتم الفترة الأخيرة حملة شديدة على المراجع في وسائل التواصل الاجتماعي في بعض القنوات الفضائية دائما التقليل من شأنهم حتى في إيران وثيرة شبهات على بعض المنحرفين وكأن المعصية هي محصورة بس على الأفندية لا هو هؤلاء الذين يرتدون العمة ويزعمون أنهم علماء دين تكثر بينهم المعاصي أكثر يفترض يعني الشيطان يعمل هنا أكثر واحدة من أكبر المعاصي التي يقع فيها علماء الدين الحسد الأنا بس هذه من نجي في سيرة حياة المراجع العظام ما تشوفها لكن يصير تركيز عليهم للإساءة لهم وهذا التركيز جاي يتكرر باستمرار مع ذكرى الأربعين نحنش لازم نسوي بالعكس تماما لازم نجي ونستفيد من زيارة الأربعين نكرس مفهوم الطاعة للمراجع العظام بصفتهم نواب عن الإمام المعصوم حتى يرد هنا يتجسد هذا الحديث ولن يفترقا كتاب الله وعترتي أني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض واحدة من مصاديق عدم الافتراق المرجعية المراجع العظام فاشنون تعالوا نستفيد من زيارة الأربعين من المناسبات عموما من ضمنها طبعا ذكرى رحيل العلماء ونكرس بسألة صفة العطاء هاي أنت جاي تشوف أهم صفة هي التي تنفرع وتتفرع منها الصفات وخصاء الكثيرة هاي صفة العطاء التي تتجسد في زيارة الأربعين بوضوح بس شلون احنا نحولها إلى فعل مستمر لبناء الذات وبناء المجتمع لكي يواجه هذه الانحرافات التي يراد لها أن تنخر في مجتمعاتنا وبالخصوص في الأماكن المقدسة كانت استراتيجية واشنطن الأمنية في العراق مجمدة بشدة قد يؤدي هذا الأسبوع يعني الأسبوع الماضي إلى ذوبان الجليد الذي فات موعده هذا عنوان اخترته لكم من صحيف أمريكية متخصصة بقضايا الجيش والدفاع والعسكر تاريا اسمها بريكينج ديفينس متخصصة بالأخبار والتقارير يعني هي تعكس وجهة نظر البنتاجون الوزارة الدفاع الأمريكية طبعا عادة تلاحظون في الفترة الأخيرة أخذوا حتى مراكز الأبحاث التي تنطق بإسم أجهزة معينة مثل الآيباك على سبيل المثال محل واشنطن وهذه المراكز القريبة التي تعكس وجهة نظر البنتاجون تكتب بعض التقارير تذكر الكتاب مثلا هذا الكاتب جوناثان لورد هذا منه جوناثان لورد جوناثان لورد هو زميل الأقدم ومدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد وهو موظف سابق في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي ومدير سابق في مكتب وكيل وزارة الدفاع البنتاجون مدير في مكتب للسياسة ومحلل سياسي عسكري سابق في وزارة الدفاع يكتبون اسمه ويضعون هذه المعلومات حتى يخلون مجال للتراجع باعتبار كاتب ووجود اسمه لا يمثل وجهة نظر البنتاجون لكن في العموم لا هذه البنتاجون تريد أن تسرب بعض الأمور قبل زيارة الوفد الأمن العراقي برئاسة وزير الدفاع وكان الحديث طبعاً هي معلومة صحيحة أنه وزارة الدفاع أو الاستراتيجية الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية في الأراق مجمدة بذرائع معينة وهو طبعاً هي متراجعة مجمدة متراجعة ليني يفسر لكياغا محد واشنطن من تيجي تضع الأمور واحدة بصفة ثانية محد واشنطن الذي أسسته يعني لجنة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وتديره هذه اللجنة لتسويق الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط غير عاسية الشرق الأدنى هم يسموه شرق الأدنى تيجي تقول الآن استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية هي التعايش مع حكومة السيد محمد الشاع السوداني يعني التعايش مع حكومة الإطار التنسيقي يعني التعايش مع الفصائل التي بعضها يشارك في حكومة السيد محمد الشاع السوداني هذا هم كلامهم أنا أنقل هنا بنيقوله المجمدة هذاك شي بنيقول تعايش بنيقول تعايش يعني التراجع يجي الكيان الصهيوني في صحافته وفي مراكز أبحاثه ويجون مثلا مدير أو رئيس السابق أمير شميث للموساد الإسرائيلي ويتحدث في قنوات إسرائيلية بالعبري وبالعربي وترجموها بالعربي يقول السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تراجعت بايدن تراجع وتراجع عن ضعف مو هذه هي الاستراتيجية المطلوبة بايدن الحزب الديمقراطي الولايات المتحدة هي ضعيفة في المنطقة تراجعوا وهذا من شوية راح نتحدث عنه بالمحور الثالث في موضوع استرضاء إيران لكن في نفس الوقت من يجون للعرق الآن بعد هذه الزيارة التي تمت وبعد أن ثبت للجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية الضعيفة تجاه العراق ومفردات أخرى في المنطقة لهذا سمحوا بالتطبيع بين دول عربية النافذة والجمهورية الإسلامية ومع سوريا التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بعمليات للإرباك الوضع وإرباك المشهد في موضوع الحدود السورية العراقية وفي موضوع تواجد هذه القوات التي تقوم باستمرار بسرقة النفط وبسرقة المواد الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا ذغبت إلى سوريا بدون إذن من سوريا ويجب أن ننوه إلى أن المشروع الأمريكي الصهيوني يغدف إلى قطع الارتباط بين البري بين إيران والعراق وسوريا وبالتالي لبنان وفلسطين المحتلة وهذا هو المشروع على فكرة هذا هو شعار طريق القدس يمر عبر كربلاء الذي رفعته الجمهورية الإسلامية أبان الحرب التي شنها صدام على الشعبين العراقي والإيراني ليش بأترافي صدام أسه هو شوية يقلل لإشغال القوى الخيرة في إيران إشغالها يعني أن لا يسمح لها إيران بالمشاركة في مشروع تحرير فلسطين حتى تعرف صدام حسين شنو سوى وليش يشتغل هذا الشغل فعموما الآن بدأوا شثيرون في وسائل الإعلام أولا أقول لكم واخذوها مني وخارج الحجود أمريكا حتى بهذه العفرة اللي جاي تسويها والله ترسل قوات إلى المنطقة لحماية شاحنات أو لاقلات النفط وترسل حاملات الطائرات هذا طبعا الأمر صار الأكثر من أربعين سنة يرسلون ويدزون ويهددون إيران وصار لهم أكثر يعني من 1979 تحديدا من الثمانين عندما استلم ريغان وحتى يومك هذا منذ أن استلم ريغان في الواحد وثمانين عفوا الرئاسة الخيار والعسكري على الطاولة أمريكا دائما يتدد الجمهور الإسلامية وتعرفون كل زين هذا الأمر دائما يحكس وضعف وتراجع بدأت وسائل بعض وسائل الإعلام والكارثة في العراق أكو تركيز ولاحظت حتى يعني ما أدري ليش يعني ما أعرف ليش أنتوا من واحد كأنه يكون دقمة ياب اليوم يحكوا كلكم على زيارة الوفد العسكري الأمريكي وتناول بطريقة دائما يثار فيها اسم الحشد الشعبي ودائما يقولون خب أكو شروط وأكو اشتراطات ولازم الحشد الشعبي يحال هذا كله كذب 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 بس أحنا شلون نتصدى لهذا الكذب وهو حتى بالمناسبة يعني حتى في البيان الختامي الذي صدر عن زيارة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن ولقائه بنظيره الأمريكي وزير الدفاع البنتاغوني يعني الأمريكي في البيان الختامي في البيان الختامي يتحدثون عن ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة الإرهاب وداعش يعني داعش موجود هذا باعتراف البنتاغون يقولون نحن نريد نبقي قواتنا بس يقولون تدريب يقولون ما يخالف مشهورة بس يقولون لمواجهة داعش وأكد الوفدان أن مهمة القوات الأمريكية ليست قتالية هذا بيان رسمي من البنتاغون حاطة تشوفوه في العراق وأن جميع الأفراد العسكريين الأمريكيين باقونا في العراق بدعوة من حكومة العراق بنتاغون يقول ها للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية لدعم قوات العراق لضمان الهزيمة الدائمة لداعش كما أكدت جانبان على التعاون في التركيز على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية يعني داعش ومنع ظهوره من جديد وفي نفس الوقت يجونش يقولون زين مداء الحجد الشعبي هسعوا ذولي يظهرون كمتخصصين أمنيين أو كخبراء مستقلين يقول يا رمون الحجد الشعبي يتأسس بفتوى من السيد السيستاني حفظه الله ما يخالف تأسس بحجة الدفاع أمام داعش خلاص انتهت داعش ليش بعد الحجد الشعبي ما يتم حل القوات الأمريكية تقول بعدنا موجودين لأن داعش بعدها موجودة زين مل قوات الأمريكية مهي شون اجت القوات الأمريكية بـ 2014 هو شون تم تأسيس التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بذرعة شو أصلا اسمه التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب يعني تنظيم داعش ليش وهذه القوات موجودة يعني أذن الأمر منطقي ما دامت القوات الأمريكية موجودة بأي حجة يقولون غير قتالي موافقين موافقين بكلامكم يقولون غير قتالي ما يخلف يلا إذن القوات الأمريكية موجودة ليش لمنع ظهور داعش من جديد فالحجد الشعبي يجب أن يبقى لمنع حضور داعش من جديد أو ظهور داعش من جديد يعني تربوه هذا الملطق بس منه الزيون ومنه الأذناب خلدي نجي نذبحها على قبلة أنا نحتي معها المستلبين ما أقول عملاء لا لا أقول ذول المستلبين المهزومين أمامه الغطرسة الأمريكية ويجب أن نذهب ونعود ونكرر ونقول يا بترى أمريكا والناتو هزيموا في أوكرانيا والآن قاعد ينزمون في أفريقيا الحمل على الجرار بس يراد شوية ولا يجدوا فيكم غلظة وحدوا صفوفكم بس شوية حول الدولار تروح تفرض شروطك فيما يتعلق بالأرصد المالية الموجودة في البنك الفيدرالي وترفع هذا القيد الأمريكي شنو أمريكا تدخل بأموالي ما لم تتحرر الأموال العراقية من البنك الفيدرالي وما لم يسمح للعراق بأن يمارس استقلاليته في موضوع الأموال العراقية التي تأتي من عائدات النفط تبقى المضايقات وهذا يستمر لإيذائكم تعالوا شوي نفكر خارج الصندوق ونشتغل خارج الصندوق وخارج الحدود سياسة بايدن تجاه إيران الاسترضاء بأي ثمن هذا أيضا ليس كلامي هذا كلام الصحف الأمريكية وهذا كلام أمريكية إيرانية الأصل بس باحثة أمريكية تقوم بتدريس دراسات الشرق الأوسط في كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة بلتيمور بالولايات المتحدة وهي رئيسة المجلس الاستشاري لمنظمة المجتمعات الإيرانية الأمريكية هذا واحد من مراكز الأبحاث ومراكز التفكير التي تقف خلفها المؤسسة الصهيونية مباشرة يعني من يسمونهم بمافيا الكيان الصهيوني في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بالمناسبة يعني هذا يخليني أدعو مرة أخرى أستحن مع احترامي وأرجو أن لا يفهم كلامي إساءة لأحد أبدا مع احترامي لكل أولئك الذين يظهرون ويتحدثون في وسائل العدام وفي القنوات الفضائية مركز الفلاني ومدير المركز الفلاني وكذا حقيقة يعني السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه يطرح نفسه هاي المراكز اش قدمت ما هي الدراسات المعمقة التي يمكن أن تقدم لنا لكي نؤثر في المجتمع من جهة ولكي نؤثر في صناع القرار النخبة السياسيون الأولئك السياسيون الذين يعملون يتصدون حتى علماء الدين قدم لهم دراسات استشارات حتى المرجعية بالمناسبة الكل بحاجة لأن تجي نأسس هذه المراكز أو نفعل هذه المراكز الموجودة اللي هو هنا لتتأسس الدولة العميقة والدولة العميقة شنو يعني القوى الضغط القوى التي يمكن أن تؤثر في المجتمع وتكبح كوابح على الأقل تمنع المجتمع من الانحراف أو تمنع بعض الاتصاصة من الانحراف المرجعية تقبل بالمشورة وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل مو باستقبل هذا نهجنا إحنا هذا نهجنا استشارة لازم أنت عندك مراكز مثل ما ذول يومية يفرقون مركز هم بالولايات المتحدة وهم بالكيان الصهيوني مراكز تبحث في العمق وتقدم دراسات في العمق وتؤثر في العمق هذا اللي إحنا لازم بحب نشتغله أنا هنا ما أجي بس أسول فلكم فلكم تعرفون أحسن مني أنا أجي أساعدكم وأساعد نفسي طبعا بالتعاون مع بعض نبحث ونثير بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج إلى أجوبة ونحرك بعض المياه اللي ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا